الأستاذ الشيخ عنده ثلاث طلاب يدرسون عليها الزكاة شيخ إبراهيم لا 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 عندما بيّل لهم الزكاة قال اليوم كل واحد منكم يرجع إلى أبيه ويحسب الزكاة لذا عندما بيّل لهم الزكاة طالب من الطلاب فقير يتيم فماذا يصنع كيف يحسب ليس عندهم مال ترك الناس حتى تنام ثم دخل إلى بيت الجيران تسلل ودخل وأوقد المسباح وأخرج الدفاتر وبدأ يعمل 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 منهمك وجد يعني فيه أخطاء يكتب نعم نعم يعني يحسب الزكاة يحسب نعم لكن يعني الحساب كان أكثر ما في الدفاتر هذا كله أخطاء وهو يعدل يكتب 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 نعم استيقظ ساحب المنزل وجد النور في المكتب هذا الذي فيه الأموال فيه الدفاتر نعم قال ليس سارق قال لا أنت وأمثالك السارق هنا في خلل لهذا أن أبقى فقير أنا وأمثالي وكان عليك أن تصنع كذا وتصنع كذا وتصنع كذا وهذه كل خطأ تعجب هذا الغني من هذا اليتيم الفقير من هذا الطالب العلم فقال لزوجته ما رأيك أن نزوج هذا بابنتنا يحفظ المال ويحاسف وكل شيء فتزوج ترجمة نانسي قنقر